رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان منار الإصلاح بدنيا الناس وأخراغ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الكرام نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم همسة رمضانية وسنتناقش معكم عن مشكلة كبيرة تحدث في كل الأوقات بالأخص في شهر رمضان ألا وهي الإسراف في المأكل والمشرب وضيف حلقتنا لهذا اليوم سيوضح لنا بعض النقاط الضرورية حول هذا الموضوع فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أخي الشيخ عبد الباصط محمد أهلا وسهلا بكم سيدي حياكم الله تعالى أخي الشيخ عبد الباصط ممكن تشرح لنا ما علاقة الإسراف في الأكل بشهر رمضان المبارك ولماذا يعتبر الإسراف آفة خاصة في هذا الشهر الكريم نعم في بادئ كلامي أود أن أنوه أن الصيام يربي ويعلم على التقليل من الأكل والشرب فبقاؤنا ممتنعين عن الطعام والشراب طوال النهار نتذكر نعم الله عز وجل علينا ونتذكر حال الفقراء الذين لا يجدون لهم طعاما ولا شرابا فنشعر بحالهم ونتذكر ما يجب علينا تجاههم كما تشعر بالكرم الإلهي الكبير الذي أكرمنا الله عز وجل به وهو يحيطنا من جميع جوانبه لكن ما أحب الإشارة إليه هنا هو أن امتناعنا عن الطعام والشراب خلال النهار لا يعني أن نأكل كل شيء في المساء فالطعام الذي يوضع عند الإفطار أكثر بأربع مرات مما يتناوله الشخص عادة وترى الصائم ينتظر لحظة الأذان حتى يضع اللقمة في فمه ويشرب إبريقا من الماء خلفها وتراه يأكل من هنا وتارة من هناك إلى أن يشبع فوق الحد وليس ينبغي أن يكون حال المسلم هكذا بل ينبغي كما أخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم أكلات يقن صلبه كما جاء في سنن الترمذي أود أن أضيف على كلام أخي الشيخ عبد الباصط أنه إن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وهذه تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخي الشيخ عبد الباصط دائما أشاهد قبيل قدوم شهر رمضان المبارك توجه الناس إلى الأسواق والمحلات ويخرجون بالعشرات من الأصناف من المأكلات وغيرها وكأن القحطة قد أحيط بهم أليس كذلك؟ بالطبع هذا ما يحصل قبيل شهر رمضان المبارك فالأسواق تشهد تدفقا بشريا هائلا مما يحدث حقيقة إرباكا كبيرا في التسوق وتجمع الناس وكأنهم يستعدون لموسم ضخم من الغذاء أو لاستعداد ضخم لموسم غذائي وليس لموسم تعبدي وحقيقة هذا انشغال المسلم في شهر رمضان بالطعام والشراب لا يليق ويتساءل كل يوم عن أصناف وجبة الإفطار وينشغل نصف يومه بإحضارها فحينها أين بقي من العبادة؟ ماذا بقي للطاعة؟ ماذا بقي لقراءة القرآن والذكر؟ إذا كان يشغل وقته طول الوقت بإحضار الطعام وبتجهيزه ربما نصف يوم ماذا بقي للأعمال الصالحة؟ ماذا بقي لقراءة القرآن؟ ماذا بقي للعبادة؟ حقيقة هذا الأمر يجب الحذر منه فإذا نظرنا في جانب من جوانب المنزل فنرى الأم تنشغل طوال نهارها بتحضير أنواع عديدة من الطعام ولا تخرج من المطبخ حتى أدان المغرب فذهبت النوافل والعبادات والطاعات وضاع الوقت كله في تحضير الأطعمة وهذا شيء محزن لا حول ولا قوة إلا بالله إننا بتقصيرنا يعني نصبنا لأنفسنا خطرا لا يحمد عقباه إن لم نتوجه للعبادة نكون قد خسرنا صيامنا فالصيام هو زكاة النفس وحق من حقوق الله تعالى ينبغي تأدياته بشكل صحيح أحبة الكرام ينبغي أن يكون هم كل واحد منا هو العبادة والطاعة ليس الأكل والشرب أو الأفلام والمسلسلات فشهر رمضان شهر تنام الوقت بالطاعة والعبادة وليس بالأكل والشرب واللهو واللعب ودعونا نتذكر دائما وصية خالقنا الحنان المنان ونجعلها شعارا لنا في هذه الأيام قال الله سبحانه وتعالى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا أخ الشيخ عبد الباصر هل ترى أن الصوم له فائدة على صحة الإنسان؟ نعم هذا شيء أكيد ولكن أود أن أشرح أكثر إن الصيام له أثر كبير رائع على صحة الجسد وذلك لما فيه من صحة وحيوية وتقوية لجهاز المناعة ووقاية من العلال والأمراض والسنة وهذا ما يجزم به الأطباء والإفراط والإسراف في الطعام يهدم هذا الأثر ويحرم الإنسان الصائم من منفعة عظيمة كانت بين يديه فما أجمل أن يرحر رمضان عنا وقد تحسنت أجساجنا وصحت أرواحنا بفضل الله عز وجل كلام جميل ورائع شكرا أخي الشيخ عبد الباصط على هذه المشاركة الطيبة بارك الله بكم واجزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الطيب الرائع وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا وقبل الختام أنصح إخواننا المتابعين أن يراعوا شهر رمضان وأن يقوموا بتأدية حقوقه حتى لا تضيع علينا خيرات هذا الشهر العظيم اجتنبوا أحبة الكرام كثرة الطعام في هذا الشهر المبارك وأنصحوا من حولكم وذكروا بها إخوانكم وأصدقاءكم فلعلها تكون سببا لنجاتهم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان منار الإصلاح بدنيا الناس وأخراغ صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر